تستمر المعارك بين الثوار وقوات النظام في منطقة الملاح والتلة الغربية لحندرات والتي تدور فيها أقسى الاشتباكات وأكثرها ضراوة حيث تمكنت قوات النظام تحت تغطية كثيفة بالطيران الحربي والمروحي من السيطرة على كتلة من المباني في محيط التلة الغربية لحندرات ما لبث أن تمكن الثوار من استعادة الجزء الأكبر منها وقتل العشرات من قوات النظام والميليشيات التي تساندها في هذه المنطقة اشتباكات دائرة كل يوم فيه اشتباكات وعم يحاولوا يقتحموا علينا بكيفة أنوار الأسلحة السائلة والحمد لله مع بحثنه يتقدموا كل يوم فيه وقاء خسارات كبيرة عندهم نحن بمنطقة الملاح النظام تقدم علينا في بعض المبانيين إن شاء الله تعالى حرنا بعض منهم بقي القليل منهم والنظام غايته من هجية قطع وفصل الريف عن المدينة ويرجع يستعيد منطقة نبول والزهراء مولين للنظام الثوار أيضا نفوا رواية النظام التي يشيعها عن سيطرته على كامل منطقة الملاح وقطع طريق الكاستلو مؤكدين أنها من قبيل الحرب الإعلامية التي يمارسها النظام والتي تهدف بالدرجة الأولى لرفع معنويات جنوده المنهارة لا سيما بعد سيطرة الثوار على معسكرا يواضي الضيف والحمدية على حد وصفهم هاي مباني الملاح وهي جامعة الملاح وما في حدا ما بيعرف جامعة الملاح هاي المباني كلها تقدام عينك اللي سيطر عليها النظام في قنواته المغرضة هاي المباني هل تمكن النظام فعلا من سيطرة على كامل الملاح؟ أخي إبراهيم يوميا كانت ترجح الاشتباكات عنيف بيننا وبين قوات النظام ولكن هذه المرة استطاعت قوات النظام التقدم إلى جزء بسيط من التل الغربية لكتيبة حندرات والاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن كما تشاهد لكن قنوات النظام السوري بست إشاعات مغرضة لرفع معنويات عناصرها أنهم سيطروا بالكامل على الملاح ولم يسيطروا إلا جزء بسيط من الأبناء ولكن بفضل الله استطاعت قوات السوار وبفضل الله صد الهجوم وععادة بعض المقاتلة سيطرت عليها قوات النظام وهنا نحن الآن متواجدون في وسط الملاح وهي المباني كما ترى وأمام عجل النظام يوميليشياته عن السمود أمام الثور لا يجد سوى سياسة القصف العشوائي للمناطق القريبة وسيلة للانتقام فيما استمرت براميله المتفجرة بالسقوط أيضا على مناطق يزعم أن قواته سيطرت عليها مؤخرا على الرغم من تقدم قوات النظام إلى بعض المباني في محيط الثالث الغربية لحندرات إلا أن الثوار ينفون ما يبثه إعلام النظام من سيطرته على كامل منطقة الملاح مؤكدين استمرار المعارك في هذه المنطقة إبراهيم الخطيب أوريانت نيوز من منطقة الملاح بحلب